مرحبا بكم أعزائي المشاهدين حلقة جديدة وتقليدية شوية ومختلفة اليوم عندنا طبق المالح اللي هو مكرونة جارية مكرونتنا طبعا أنا زي ما حكيت من قبل أنها طلبت مني وقالوا أننا نحن نشوفه حد لي بيديرها المفروض اليوم هي الوصفة عندنا بالجديد بس أنا طبعا دورت والله بالجديد ما لقيتش فقلت نديرها الكامب بالمرقاز ولكن الوصفة الأساسية اللي حتنزل مقاديرها بالجديد يعني كان بودنا لنحن نديره بالجديد المهم عندي مرقاز وأنا خضيتها شوية حار مشابه للجديد يعني فيه شوية توابل بزيادة والمكرونة اللي نحن متعرف عليها مكرونة جارية أكتر حاجة اللي هي نحن نقول لها حرجين منش عارف عد كل دولة أكيدة وكل مكان له اسم سخنتها نطنجرتي مسبقا باش ما يحيرنيش الوقت هنحط الزيت متاعي لو جديد ما تستحقوش انكم انتو تحطوا زيت المكرونة اليوم بالثوم متعرف علي القديد معناها ثوم مش هنحط بصل هنأخذ نحط الثوم متاعي خليه شوية هكاهي هنحط الطماطم لاني أنا نبيه طيب لي ما نبيهش طماطم عادة يطول شوية نبي دهانها طالع دهانها طالع معناها هنحط الطماطم هو الأول قبل حتى ما نحط القديد أو اللحم متاعي هنخلي يطبخ علي مهلا ونأخذ نحط الطماطم الصلفة متاعي أو بدأ يطلح في ريحة الطماطم الطماطم لازم نطيبوه قبل بالزيت خلص هنحط هذا لما ننزل عليها الطماطم العادي هتبدأ تهدى شوية مش هينحرق لي يعني سكوم هنخليها شوية هكي وناخذ المرقز نقصها الحلو اليوم هنديرو باستا فلورا مش قد تلكم اليوم تقليدية الحلقة وقديمة شوية الباستا فلورا هذي نحنا عندنا يعني من الحلويات اللي قدم بكل في رمضان وغير حتى رمضان بس متعارف عليها في رمضان هنديروها حارة شوية اليوم مشطشة في رمضان طبعا لما تبديروها حارة معناها يتعبكم سوية انتم ما تدروش حار الوصفة ما فيهاش معدنو سراهو بس ديرينا نحنا نزينا هننزل بيه المرقز بتاعي بالنسبة للبهارات هنحط لها فلفل اكحل هو القديد فيه احرارات بتاعاته يعني واتي هنا مش هنكثر ملح واجد لان انا طبعا عندي المرقز متبل وهنا البابريكا والفلفل الاتحل وشوية بزار خلاص ليه هذي حدها يعني وفلفل حمر لو تحبوا تزيدوا مع البابريكا بس خلاص انا حطيت بابريكا بابريكا اللي هو الفلفل الحلو واصلا بنحط فلفل حار فما فيش داع نزيد طمطن فلفل حمر قد زيد شوفوا اذا كان باينا عليكم في الكاميرا بدأت دهان بتاعها يطلع هنحط لها لمية الساخن بتاعها بسم الله ونخليها تطبخ على المهل وبعدين نرمي المكارونا هذين نحن نحوضون هنا لان بعدين هنستخدمهم في البستا فلورا هناخذ الحاجات من حدايا نحوضها وحنغطي الطنجرة متاعتي هنحط لها الفلفل لان المكارونا رغم تاخد شوارجة حجة عشر دقايق المكارونا كيف ما تحبوا انتو المكارونا كيف نحن نضيف لها هنغطيها 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 وهنغطيها وخشة المعدنوسة هادي هنقل المكارونا بها هنبدأ في البستا فلورا قبل أن نخرج فاصل الباستا فلور سهلة جدا يعني مكوناتها مهنش وعرات يعني زي ما تقول متوفرات في كل حوش والحاجة الثانية نحن مفتقدين للباستا فلور يعني لنا زمن عليها معاش ندرو فيها كيف قبل يعني ما هيش موجودة في الأفراح وفي المناسبات بالنسبة للمربا بالنسبة للمربا كيف ما أنتوا تحبوا شو المربا اللي أنتوا تحبوا تقدروا تحطوها الباستا فلورا الدقيق على حسب العجينة أنا أول حاجة هنضرب الداحي والسكر وبعدين هنخط الدقيق دقيقوا بيكم بودر وفانيلا أول حاجة هناخدو الزبدة مقدار الباستا فلورا كوب إلا ربع زبدة الزبدة هنا نعيدها بتاع الممية اللي طلحت الممية بتاع هذه باهي كوب إلا ربع زبدة ونصف كوب زيت نصف كوب زيت شوية زيتها لأن هذا ليس نصفنا عندي تمام؟ خلنعلي عليه طنجرتي شوفوا هذه طبعا الباستا فلورا بالمشبك حتى هي يعني ما تحيروشها روحة نبكل وحنحط لها كوب إلا ربع سكر ناعم سكر بودرة نضربها وبعدين نحط الدحي فيها دحيتين في طبعا وصفات واجد في اللي دحية في اللي من غير دحية في اللي اللي ميحبوش الدحية وفيه هنا فانيليا ممتاز نحط تحرك هذا مساعدتي بحلوة ماروة قوليلي فيها حليب ولا لا فاي ماراني ولا ما فيهاش حليب دي ما يصير نرى الأفلام هذينها عادي مية مية ما فيهاش حليب باني ما حطيتلكم فيه حليب رقضت حاجة اخرى تمام هكي توشن حندير هناخذ الدقيق الدقيق هنبدو قطايا وحدة لاننا لازم نعجنها بيدي فهناخذ الغلابز نوريكم كيف الطريقة وزي ما قلنا نحن حنديروها بالطريقة القديمة بالكل هي فيه بستة فلورا نقدر نشكلها من فوق أشكاله يعني أنواع لكن انا اليوم هنديرها بسيطة جدا بالبشارة نحن زمان نبشرو فيها هنحود هذي مش مستحقت لها انا هذي وزي ما نقول لكم ديما الوصفات سريعات وسهلات وهو ندير فيهن قدامكم ما يحيرانش بكل وما ياخدانش فيه وقت بالذات الباستة فلورا هذي يعني أسرح حاجة في الحلو نحط الكمبوتر تقوى حنا بدأ نعجل فيها وعيني من مكرونتي شوية وطيب ما تحيرش هتا هي هذي في رمضان قبل المغرب شوية لأننا نحن نحبوها جارية بالنسبة للكلمة بتاعت جارية ومباكبكا نحن طبعا في شارك ليبيا نقوله جارية هيك وفي الغرب الليبي يقوله مباكبكا حتى الدولة الوحدة فيها مسميات مختلفة في الشارك وفي الغرب في الجنوب تهيلي نحن حتى الجنوب يقوله جارية أعتقد يعني نزيدها شوية دقيق حنص سكي كويس الدقيق هنحطوها في الفرن وبعدين نرمو المكرونة بزعنا نبيها شوية تقعد ماسكة عشان لما نبشرها هتم بشرها معايا الله يربح العجنة بصراحة يدين معاش ينفعل طبعا هذا الطاجين المتاعي تحبوا أنتو تدروها في قوالب صغيرة تقدروا تديرو تحبوا تدروها في قالب مستطيل قالب اللي ينفتح كيفما أنتو تحبوه نحن نأخذنا هذه طاجينة مش كبير واجد وحنطرحها بالطريقة هذه كأنها بشكوت الفرد هي تريح شوية حاجة عشر دقايق لكننا مش هنريحها هنشتغل بها دبري والله فكرة البستة فلورا فكرة صديقاتي صحباتي صحباتي صحبات الزمن الجميل نحن أصدقائهم الابتدائي والإعدادي والثنوي والجامعة وإلى الآن تقريبا ما يقارب على ثلاثين سنة لا مش هننساها يا ماروة اللي ما عنداش ماروة هذا كيف يدير قالت لي راكتنسي الماكارونا وانتي تهدرزي فصحباتي قال اللي نحن نديرين القروب نحكو فيه فقال اللي شرعيك لما اكترني يا بنت شن ندير ساعداني شن الوصفات اللي تشوفوا أنه هنا يعني مطلوبات أكثر فقال اللي درينا البسطة في الأوراق تلهم بلا مقدمك وكان نديرها ويقولوا هذي كانها دارتك يدارت حاجة قديمة قال اللي لا لا غير ديريها بس جار بيدريها وفعلا والله يعني الواحد يعود الوصفات القديمة آه بجدية والله فعلا تحية لصديقاتي وللمتابعين اللي حتى نمنعرفهم الشخصيا اللي طبقوا في الوصفات ويد الزولي والنزل أنا فيهم بجد يعني بجد يعني بجد أعطيهم الصحة يعني وصحباتي بالخصوص نقدمهن أحلى تحية حناخذ شوفوا شين نديروا أنتو أول حاجة ناخدوا الشوكة باهي ونديروا لها كعشة ما تنفتحش معايا تمام ونعخذ نحط المربة المربة زي ما أنتو تحبوا والله يدهشتني وأنا نعجب فيها شورا كبر لكن هي ما تندرش اللي هيكي باستا فلورا تمام هي حلوة فكرة أنه أنا نبشرها بش ما نتعبش روحي ما نبوش أي حاجة تتعبنا تعرفوا شين حندير حنرمي مكرونتي وبعدين ندخل باستا فلورا للفرن شابرة نارانية مروحي مش هنكسرها والله هي هي نصبها كلها أي خليهم يعكلوا في مجموعة تستنى عاي حنخليها تطبخ ونجيها نلبستا فلورا شن الاسم الحلو هذا والله ما نعرف خلي نكمل هذي بعدين نطلع فاصل ونرد نوريكم لكن نستنوني شوية بس نبشر معاكم هذي وندخلوها للفرن شفتوها؟ بالله يوروها لي من هنا في الكاميرا بشتبان هاي هيكي حلوة نشكي سريعة وساهلة لدير ومش عارف شن ولا حطوها فردوها خدوها سيور سيور ديرو نظر كيف حطوا سير من هنا وسير من هنا ها أصرح حاجة والعجينة متاحة لأنها زبدة وهكي ففايحة حلوة ها شفتوها شوفوا شكلها هندخلها هندخلها للفرن لعند مطابة المكارونة متاعي ونرجو بعد الفاصل نشوفوا كيف هنقدموها ما تمشوش بعيد اشتركوا في القناة 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 حط وهذه بالنسبة للمكارونا المرقاز درنها ريحة زي ريحة القديد بالضبط والله لأنه بهاراته ثقال وهكي شفتوا هي اسماها جارية لأنه فيها ميا في اللي يحبها أكتر جارية أكتر فايحة وحارة إن شاء الله عليها والفلفل طبعا هيزيدها أخرى جمال خلناخده شوية أخرى هاتي ريحتها لقوة إلا بالله وما تاخدش وقت هي حتى بتاع الجديد ما تاخدش وقت خلناخد شوية المياه من هنا من فوق نمسح الصحن متاعب شو نوريها الكم خلنزيدكم واحدة أخرى يعني عشان التصوير بس هذي يا سلام من على الجهوة نحوض هذي من على الجهوة مش عادية بك وزي ما جلنا ساهلة وسريعة هذي هي مكارونتنا الجارية أو المبكة زي ما طلعت في التك توك وترند يعني طلعوا نصو الجين يديروا فيها المفروض اليوم تكون بالجديد ما عندناش جديد وقدرناها بالمرقز وهذي البسطة فلورا قديمة شوية ولكن من الحلو المحبب جدا في رمضان وخلينا شوية نسترجعوا بيها الذكريات وشكرا صحباتي لإنك العطي ثاني الوصفة وأنا اليوم كملت معاك واشاء الله تجربوا وصفاتي وصحة شريبتكم ومن هنا لعندنا نشوفكم بكرة كونو بيهايو اشتركوا في القناة